نقاط أمنية في قلب المنصورة شارع السجن الذي بسيطرة قوات الأمن والقيش على مبناه تم إعلان السيطرة الكاملة على مديرية المنصورة وتحريرها من كل جماعات الخارج عن القانون فقر هذا اليوم تمت سيطرة على المرينة حوالي ساعة ثنتين والحمد لله نستطيع أن نقول أن المنصورة تمت سيطرة عليها هذا الإنجاز الأمني لاقر تياحا في أوساط المواطنين ومن شوارع المنصورة عبروا عن شعور بالأمان افتقدوه طوال أشهر من الاضطرابات الأمنية عندما تبسط الدولة نفوذها وتنكون تحت سلطة قادرة على حماية المواطن وحماية الأمن والاستقرار نحن سعادة جدا على الأقل المواطن بحس شوية بالأمان وبحس به بالاستقرار مداخل المنصورة تتزين بالزي الرسمي لقوات الأمن والجيش فمن الخط المؤدي إلى مديرية البريقة وفيه حادثة محاولة اغتيال المحافظ إلى جولة السفينة المدخل الشمالي لمديرية المنصورة ومنها يبدأ شارع التسعين الذي شهد سلسلة من الاغتيالات تتواجد الدولة التي طالما احتاقت إلى هذه القبضة الحديدية لفرض الأمن في العاصمة المؤقتة هنا شارع التسعين الذي يطوق مديرية المنصور ومن الجهتين الشمالية والغربية كان يسمى بشارع الموت نتيجة الابترابات الأمنية التي شهدها في الأشهر الأخيرة والآن تحت سيطرة الدولة تتويجاً للحملة الأمنية آدم الحسامي قناة بلقيس عدن